فصرت أتأمل ما هو إكسير الحياة الزوجية ما الشيء الذي إذا مزج في الحياة الزوجية بين الزوجين تحقق هذا الاستقرار بذلها تعالى فوجدت الفهم والتفاهم الفهم والتفاهم الآن الفهم والتفاهم هو إكسير حياة الزوجية؟ تماماً هو هذا الذي إضافناه الحياة غيرها وأصبحت حياة جميلة ورائعة ونموذجية ونفيسة؟ تماماً هو يمكن أن يحدث يرفع من مستوى العلاقة الزوجية بين الزوجين ويجعلهم يرتقون يكون حياتهم حياة راقية حقيقة راقية فعلاً يعني الفهم والتفاهم يجعل كل طرف راقي في تعامله مع الطرف الثاني أيضاً حياناً تكون فيه إشكلات وطبيعي المشاكل حياة الزوجية أحياناً المشاكل الزوجية تصل إلى درجة من التعقيد الفهم والتفاهم يقلل منها لكن لا يحلها يقلل من حدتها فالمقصود بالإكسير الذي من وجهة نظري من خلال يعني معايشتي للحياة الزوجية أو المشاكل الزوجية أو الاستشارات الأسرية تظهر هذا الموضوع بوضوح بجلاء وطبعاً يعني أنت الآن يا شيخنا الكريم أستاذنا أستاذ صالح بن يوسف المقرن ترى أن أكسير الحياة الزوجية التي يحافظ عليها ويديمها حياة أطول وأجمل هو الفهم والتفاهم بالضبط إذن نحن يحتاج أن ندخل في أشياء أعمق اليوم تماماً معاني شوي عميقة وأول فهم الحقيقة أنا وضعت دعني أقول خارطة أيوة كيف نستفيد من هذا الموضوع بحيث يعني ينعكس على حياتنا بذل الله تعالى أولاً أولاً ماذا يعنى بالفهم الفهم هو أن يعرف كل طرف الطرف الثاني يعرف طبيعته سلوكه شخصيته نمط شخصيته هو يعني هو عصبي غير عصبي هو ذكي غير ذكي هو يعني هو إنسان يعني هادئ عجل يعني يعرف طبيعة الطرف الثاني نمط شخصيته كل منهم يعرف يعرف طرف النمط وطبيعة الطرف الآخر هذا الفهم التفاهم غير التفاهم المقصود بالتفاهم أنه أنا لما أعرف الطرف الثاني أنه مثلاً منظم أو دقيق أنا غير منظم أو غير دقيق مثلاً فأنا ما أنزعج من من دقته ونظامه في حياته سواء في ترتيب البيت في ترتيب الأوقات في أوضاع أي كذا خلاص أنا أفهم لكن هذا معنى التفاهم أني أتعامل معه على حسب وضعه ولا أفترض أن يكون كما أريد طرف الثاني حتى أني أسعد به وكذا يعني هذا المقصود بالتفاهم يعني بمعنى أنك تقبله على وضعه وتحاول تتأقلم معه بالضبط بالضبط مئة بالمئة مئة بالمئة عندما أفهم طبيعته لأنه لو كل مرة يعني نتصور حتى يتضح المثال لو تصورنا خلني أضرب مثال على غير الزوجين لو تصور أم مثلاً طفلها مستوى الدراسي أو ابنها مستوى الدراسي جيد جداً وهي تصر إلا أن يأتي بممتاز هو كل قدراته على أنه جيد جداً فهي عليها أن تتقبل هذا تفهم هذه قدراته تعرف قدراته فعندما يأتي تتقبله فعندما يأتي بتقدير جيد جداً تسعد وتكافأ وتسعد به ربما هذا التقبل التفاهم يجعله يرتقي فيما بعد كذلك الزوج عندما يرى زوجته مثلاً يفهم طبيعاته مثلاً مثلاً نساء يتباين في قدراتهم على العمل في البيت بعضهم تكون نشيطة وهميمة أقل من هذا فهو يتفهم ما ينزعج عندما يرى أداءها أقل مما يريد هو إيش المستولى فيه هذا المقصود بالتفاهم